انا هنا في وضع غريب جدا لانا العميد سارة تسئلة عضو مجلس ادارة الربطة تلعب التصريح في احد البرامج الحاجة التانية خالص قال جماعة الزمالك ما هو معاقب بس العقوبة اللي بيعد عليها وقت بتموت يعني ايه ده بكلبكوا كده بالحر بتموت يعني ايه يعني قالك مدام محدش يتكلم فيها فبتموت برضو مش فهم اول حرفا يانهر سود اللي ما بيعد عليها وقت بتموت انا مش عارف ايه الوقت اللي يعدي وايه مدة صلاحية الاستعمال لانا دي الحقيقة كانت اخر مباراة ويه مظاهر الموت لا هي كانت اخر مباراة يعني بيشدوا منها المحليل ولا ايه دي مش من التاريخ دي اخر بطولة تلعبت اهل وزمالك بقى اهل وبرمك هو ده اللي المصاشر عايز بطولة اه فانا هنا في حال التحايل واضح جدا شوية نغير اسم البطولة بالله عليك دي دول المسؤولين اللي بيعلاقوا اه نخليها بدل السوبر تبقى النخبة عشان ما حدش يتكلم ويقول الزمالك يشارك ليه ده المفروض مقوف طب ما سميها سوسوي ده اللحة السوبر سميها سوسوي ده ليه النخبة بدل النخبة ثانيا وانا لما بتكلم النادي الاهل يا جماعة طبعا يرحب بالزمالك ويرحب ببرمت ويرحب باي فرقة لكن هي الفكرة كلها ايه الالتفاف اللي على اللوايح ازاي اي فريق لما ينسحب او يعتذر على قدنى الاحوال يتم التحايل على هزي الحالة بهذا الشكل طبعا ملافتش نظرك حاجة هنا بقى ان الضجة اللي معمولة دي كلها على ماتش بيرمت وش عدم الشاحات كانت لدفن واخفاء هذا المخطط عشان يفاجأك به في الهيصة دي ويعدي يعني هل وصلنا وهينا بقى هنا لما بتكلم فبوط طيب كل الناس متضايقة ويتقول لك لا نطبع بقى اللوايح ده فيه لازم تقول لك غير القانون يا عم تطبع اللوايح قوانين اللي تعايز تعدلها كل اللي بتكلمه قول لك محتاجين لوايح اقوى احنا اقوى حاجة عنده لوايح لا اغطاب بقى يا اخوي الموجود يعني انتا مش عقبك اقاف الشحات مطشي عشان شاف ان العقوبة هزيلة من وجهة نظرك يعني بس عقبك قوي ان اللي ما قوف سنتين يغيروله المسابقة ويسموها سوسو ولا النخبة عشان يلعب فيها هو ده المعيار لسيادتك شايف لا طبق بقى بدأ ما تقول غير وطبق يا باش مهندس ده ده ساكت على ان حكم الادارية العليا ما يتنفذش تبتتكلم في العيح احبا يتكلمك حكم في قيمة الادارية العليا ولذلك انا والله اشوف انا قلتلك ايه مات يلا بينا بالمرة طالما كلنا زعلانين من الفوضى وزعلانين من قلة النظام وزعلانين من كلنا الجاني والمجني عليه ومعتاد المش عارف ايه كلنا زعلانين طب ما فيش حد حيعترض بقى على تطبيق النظام ولا ايه صحيح يبقى تطبق النظام بس هتستحمل تطبيق النظام انت اول واحدة هتكسره انت ومن يخدم عليك اما يطلع عيده مجلس ادارة زي الكابتن حازم امام الذي تغير تماما يعني هو طول عمره حريص اوي على صورته ما باش هذا عنده هذا الحرص عنده بقى عيني عينك يا تاجر يطلع ينتقد قرارات الاتحاد وهو عيده الاتحاد قرارات المسابقات وهو عيده الاتحاد المصري ولكن العقوبة بصراحة طب ما انت ازاي انت ده انت قاضي يعني افشيت ما في صدرك عندما يعرض عليك اي امر خص نادي اهلي ازاي تقول رأيك فيه ينفع يقول رأيه لا طبعا لا طبعا يعني 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 خلاص عايز تبقى هذا حقك ولكن كله ايه بيرمي بياده كله نفسه كل ده عشان الزمالك وجماهيره يرضو عنه وده حقهم ده راجل رمز وشايف اننا بس يروح يخدم الزمالك من خلال الزمالك مش بالطريقة اللي تهدر كل ثوابت العمل الاداري الناجح احنا ما عندنا احنا يا سيد إبراهيم لما تتجول في وسائل الاعلام الخليجية تحس ان احنا قد ايه بنقذي نفسنا فرصة يلا كلنا زعلانين من الفوضى زعلانين من عدم العدالة في التطبيق تعالوا نعم عينينا ونطبق ما يقوله الاتحاد الدولي يلا نبتدي من الموسم ده ورونا الشطارة يا أهل الادارة طيب هنا اللي مطلوب من مجلس ادارة الاتحاد اذا كان هيتمسك انه دي بطلت وهي بطلت ومجلس ادارة الربطة برئاسة النايب احمد دياب اذا كان قرر بمقتضيات الشركة الرعية انه يكونوا الطرف المسؤول عن تنظيم كاس الربطة ولا هيعملوا بطلتين زي الربطة والدوري مع وضع في الاعتبار حاجة البطولة دي بتاعت اتحاد الكورة واذا كان بيتنظامها شركة الراعية لاتحاد الكورة انت عندك لاحة مش عاجبك اللي حغيرها بس مش هينفع تغيرها بأثر فوري قولي يا جماعة خلاص اي حد ده فيهم سيبقوا النبي استاذ ابراهيم عشان خطر والله حديك الفرصة انا مش بقاطعك على فكرة الحوار ده يعني عشان فيه حاجات تفلت هو مين الراعي بتاع نادي الزمالك الراعي العقاري شركة ما مين الراعي بتاع اتحاد الكورة المصرية نفس الشركة نفس الشركة ما بيت بيسمع الناحية القانونية ده كلام مش يبقى انت لما تيجي تقول الراعي يختار هيختار مين هيختار اللي هو بمثاله بغض النظر عن مقتضيات الرعاية وهي دي نقطة خطيرة على فكرة فيها تضارب مصالح فج بس حتى بعيدا عن النقطة دي على خطورتها هو انت لو في لايحة مفروض انها تطبق مش ناوي تطبقها خلاص كل واحد يعرف سكيته وكل واحد يمشي بطريقته مش هينفع تفرض النظام على اي حد لا الاستاذ جمال علام ولا نائب احمد دياد مش هتقدروا تدوروها بالمنطق ده ومفيش حاجة اسمها رغبة الشركة الرعي ان تجيب حد اه تجيب حد بس تجيب حد مش معاقب لو النادي الايلي معاقب ما ينفعش ييجي ما ينفعش اذا كنتوا عايزين باقية اعضاء الانديا تحترم هذا النظام وتحترم اللايحة اللي بالمناسبة انتوا اللي حطينها ما تفرضتش عليكم عندكم الرغبة ان تعملوا اي تسهيلات مفتوحة لاي طرف خلاص الرعاية رعايتكم والكورة كوروتكم واللعبة لعبتكم اعملوها بس شلوها من اللايحة واعلنوا للانديا خلاص قررنا عدم احترام اللوايح احنا اتحاد ما فيهوش لوايح ما هتقلت احنا ربطة ملهاش في النظام واللي عاجبه يلعب معانا بقوانيننا والزيزي برايب قال صارت اه اه العقوبة ادمت بتموت ادمت ومات اه الناس نزيل هذا اتحاد يدير لعبة بحجب كرة الخدم نصرية شايف ان العقوبات والتي تصدر بتموت هي دي زهنية ايه الناس تنسى ذاكرة السمكة سيادة الوزير اشرف صبح مرة قالها الكابتن شوبر تقريبا بيسأله على عقوبة حد فقال له ما خلاص ما عدتوا الناس نسيتها هي دي المشكلة يا جماعة بجد الرهان على زاكرة السمكة لا خلي المسألة انت مش عاجبك مش قادر تطبق اللايحة غيرها بس ما تغيرهاش بأسر فوري اقول يا جماعة من السنة الجاية ما عادش هنحترم اللايحة احنا قررنا نلعب بقانون البلد اي قرية اي ريف فيه دورة رمضانية عايزين ننظم بطولة فيها حقوق تسويقية وفيها اندية بتتنافس وفيها اجندة فيها مدربين يعني انت عايز تقول لي ان واحد زي مارسل كولر حطت النظام بتاعه على انه في الفترة كذا هلعب مباراة هتفرض عليم تدوقتي تقول لي هيبوا ثلاث مبارايات ومنش فاهم ايه المقتضى العملي انك فجأة كمان عايز تخليها اربع اندية يعني ده انت ومباراة مباراة واحدة بين فرقتين مش عارفيني لقيلها وقت في الزحمة اللي جاية اللي السنة الجاية الله اعلم هتمشي ازاي انت عندك في 12 ويناير فيه كاس امم وعندك من 21 اكتوبر ل20 نوفمبر دور الصبر الافريقي بتاع النادي الاهلي وعندك المنتخب عنده تصفيات كاس العالم وعندك بعد كده دور ابطال افريقيا وعندك الكونفدرالية وازمالك في البطولة العربية طب انت لغاية انت هتلاقي مكان عشان تحاول تحشر فيه مباراة السوبر كاس مصر مش هتقدر تخلصه السنة ده هتنتهي بمباراتين السيموفايلان للسنة الجاية السيموفايلان طب وبعدين يعني انت اللي مزلوه في ماتش راح تعمله مربعة ومين المدربين اللي ممكن يستعدوا فنيا ان انت تتفاجئهم بكلام زي كده عشوائي مش ده المفروض بيخطط له وفقا لاجندته ولا حنا بنلعبش كورة زي بقية الدول ترجمة نانسي قنقر